من الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل في هذه الحلقة وهي الثالثة نقد العقل الإمامي الشيعي الإمامي الاثنى عشر ونأخذ الشيخ جواد التبريزي نموذجا وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن الولاية التكوينية ونعتمد في ذلك على كتاب الشيخ التبريزي بعنوان الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية دار الصديقة الشهيدة لجنة أم البنين الخيرية في الكويت الطبعة الرابعة 1425 وكما تعرفون الشيخ جواد التبريزي هو تلميذ السيد الخوئي وهو يعني كان يعتبر من مراجعكم الكبار وأستاذ لعدد من مراجع الآخرين وقد توفي قبل أكثر من عشر سنوات ولكن كتابه وفكره هو يمثل نموذج بالحقيقة لفكر الغلات المعاصرين والأخباريين المتطرفين وتحدث هنا وتحدثنا في الحلقة الماضية عن تأويل القرآن واعتبار أن النبي وذريته يعني والأئمة هم ألة خلق الكون وغايته الآن نشوف ماذا ترتب على هذه الفكرة أقدمية الرسول على الخلق وما دام أن الرسول صلى الله عليه وآله هم وآله هم ألة الخلق وغايته كما يقول الشيخ جواد التبريزي فهل هم كانوا مخلوقين قبل آدم وهل كان لهم دور في خلق العالم يجيب الشيخ التبريزي قائلا ورد في بعض النصوص ومنها معتبر يعني النصوص مكلة معتبرة ومنها معتبر شنو مصطلح الاعتبار ماذا يعني به لا يوضح لنا ذلك ورد في بعض النصوص حديث أخبار أن النبي وآله المعصومين ومنهم الزهراء كانوا موجودين بأشباههم النورية قبل خلق آدم وخلقتهم المادية متأخرة عن خلق آدم كما هو واضح هذا في صفحة 148 من كتابه الأنوار الإلهية ويؤكد مرة أخرى هذه الفكرة المغالية معتمدا على بعض الأحاديث الضعيفة المختلقة الجاية بدون تحقيق فيقول قد ورد في الأخبار الكثيرة كأن الكثرة يعني تصحح وتدعم هذه الحقيقة قد ورد في الأخبار الكثيرة أن الله خلق نور فاطمة من نوره قبل خلق آدم لا هذه الأخبار يقول لا يحتمل الكذب والوضع في جميعها يعني ممعقولة كلها الروايات كلها كذب وهذا يعني يصدق بهكذا بهالبساطة هذه كما ورد في معاني الأخبار كتاب هذا لمن لا يقول لنا بسند معتبر سند معتبر كل سند معتبر عنده عن سدير أو سدير عن الإمام الصادق أنه هذا الله خلق نور فاطمة قبل خلق آدم طيب الإمام الصادق من وين جاء الأمور من وين جاء الفكرة هذه أو المعلومة هذه لا توجد لا في القرآن ولا ما يتحدث عنها النبي ولا في الكتب السماوية السابقة فمن وين جاء الإمام الصادق لو صحت النسبة له ويقول يعني هو يعترف أنه بسند المعتبر عن سدير وصحة مثل هذه الأمور والاعتقاد بذلك وإن لم يكن واجبا ولم يكن من ضروريات المذهب صحة ذلك من كمال الاعتقاد هذا من كمال الاعتقاد فمن اكتسبه من مصادره باليقين والاطمئنان فقد فاز به صفحة 147 طيب كيف هو يحصل اليقين أو يعتنق فكرة لم يتحدث عنه القرآن لم يتحدث عنه الله تعالى فمن وين جابه على فرض صحة الحديث عن إمام الصادق كيف عرف الإمام الصادق ذلك الغلاد كانوا ينسبون الأحاديث ويختلقونها وينسبونها للإمام الصادق ولبقية الأئمة ويقول أنوار فاطمة يؤكد هذه الفكرة مرة أخرى يقول أنوار فاطمة قبل خلق الوجود مو بس آدم كل الكون يعني قد ورد في الأخبار الكثيرة أن الله خلق نور فاطمة من نوره قبل خلق آدم مرة أخرى نفس الكلام يكرر وورد في بعض النصوص ومنها معتبر أن النبي وآله وآله المعصومين ومنهم الزهراء دخلها أيضا بالأسمة كانوا موجودين بأشباههم النورية أنوار كانوا قبل خلق آدم وخلقتهم المادية متأخرة عن خلق آدم كما هو ويقول أن المراد من الأقدمية في الخلق كيف يعني كانوا بأسامهم يقول لا هو نوريته لا بدنه العنصري يعني هذا البدن المادي وقد تقدم أن الله سبحانه هو الذي خلق المخلوقات يقول سبحانه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل يتوقف عن كلمة وكيل يقول الوكالة لا تمنع الاستنابة في الخلق يعني هو يعطي وكالة واحد ثاني وهذا ظاهر آيات كثيرة لا مجال لذكرها صفحة 131 من كتابه الأنوار الإلهية ولكن التبريزي لم يذكر تلك الآيات الكثيرة التي يقول كثيرة التي تدل بظاهرها على استنابة الله لمحمد وآله في خلق الكون يجيب في فكرة من الغلات يلتقفها ولا يوضحها ولا يذكر سندها ويأخذها بالتقليد الأعمى مع الصبعين ويأخذها الأحاديث هذه ويدعي الاجتهاد والمرجعية والمرجعية العليا كما لم يوضح التبريزي بصراحة فيما إذا كان محمد وآله قد خلقوا الكون هنا لا يقول ذلك وعلى أي حال فإن هذه فكرة لا وجود لها في القرآن ولم يشر الله تعالى إليها لا من قريب ولا من بعيد وإنما من خيالات الغلات وأوهامهم الولاية التكونية وبعد أن يفترض الشيخ التبريزي جواد التبريزي أن المعصومين بين قوسين أيضا هذا مصطلح غير قرآني ولا يوجد في السنة النبوية حتى يفترض أن المعصومين هم الألة الغائية لخلق الكون هم سبب الخلق الكون والهدف من خلق الكون هو خلق هؤلاء الأشخاص وأنهم أقدموا الخلق كما مر معنا في الحلقة الثانية ينتقل إلى فكرة مغالية أخرى هي الولاية التكوينية أنا أدهم ولاية تكوينية يكونون الأشياء يعني الله يعطيهم ولاية يخلقون الكون فيقول الولاية التكوينية هي التصرف التكويني بالمخلوقات سواء كانت إنسانا أو غيره ويدل عليها آيات منها قوله تعالى هذه آيات يدل على الولاية التكوينية وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين طب آية الآية تتحدث عن معجزة النبي موسى العصايا الله يخليها بيده تتحول إلى أفعى أو حية مثلا كيف تدل على أن الأئمة كان أدهم ولاية تكوينية ومنها قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهدي وكهلا وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرؤ الأكمة والأبرصة بإذني يعني هو كان يسوي هيكل من الطين كطير وينفخ فيه ولكن الله هو الذي يحوله إلى طير حيث أسند الله الفعل هو يقول الشيخ التبريزي أسند الفعل إلى الأنبياء أنت يعني تنفخ فيها وتخلق من الطين كهيئة الطير وتقول لك كهيئة الطير نسوي لعبة يعني والله حول هذه اللعبة إلى حقيقة حيث أسند الله الفعل إلى الأنبياء وغيرها من الآيات خلص استدل على ذلك هذا في صفحة تسعين وواحد وتسعين من كتابه الأنوار الإلهية ويضيف التبريزي قائلا أن المراد بالولاية التكوينية أن نفس الولي بما له من الكمال منصرف أو متصرف في أمور التكوين بإذن الله تعالى لا على نحو الاستقلال يعني مو هو يخلق مثل الله يخلق لا ولكن الله أعطاه القدرة هذه وهذا ظاهر الآية المباركة وأبرئ الأكمة والأبرسة وأحيي الموتى بإذن الله وقوله أنا أعتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك حيث نسب الفعل مباشر إلى نفسه أنا أعتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك كما أن المراد من الإذن في الآية الإذن التكويني يعني الله أعطاه بإذني لما قال النبي عيسى مثلا بإذني الله يقول أن أنت تخلق من الطين كهائة الطير بإذني يقول أنه أنا أذن تكويني بمعنى القدرة المفاضة من قبل الله تعالى للإذن التشريعي يعني مو أنه يقوم بعمل حلال وحرام وأنه قد الله أعطاه قدرة على خلق الأشياء هذا في صفحة 88 من كتابه الأنوار الإلهية وبعد أن يفسر التبريزي المعاجز التي ذكرها الله للأنبياء السابقين يستخدم منطقا قياسيا غريبا ونحن نقوم الآن بنقد العقل الإمامي ونقول أنهم يستخدمون القياس في غير محله فالشيخ التبريزي كلموذج يقوم باستخدام هذا المنطق يستخدم منطقا قياسيا غريبا فيقول بعدما ذكر المعاجز معاجز الأنبياء يقول بما أنه لا يحتمل أن يكون ذلك ثابتا للأنبياء دون نبينا بالاحتمالات يمشي أنه ليس محتمل هذا فقط لعيسى أو لفلان موسى مثلا كاعد معاجز فذلك ثابت لنبينا محمد هو احتمل وثبتها للنبي محمد وقد ثبت بعد شوفوا شون عملية القياس وقد ثبت أن علي نفس النبي صلى الله عليه وآله بنفس القرآن ولا فرق بين الأئمة والأئمة كل من نفس الشي إذن ما ثبت للأنبياء ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وما ثبت له ثبت للأئمة إلا منصب النبوة ما عدوا منصب النبوة فالولاية التكوينية عدهم مثل ما نبي إيسى كان يحيي الموتى ويخلق من الطين كهائة الطير فإذن الأئمة نفس الشي عدهم عدهمها القدرة هذه رغم أنه مو أنبياء هم ويواصل الشيخ التبريزي فيقول نعم الفرق بين الأنبياء والأئمة أن الأنبياء كانوا يفعلون ذلك لإثبات نبوتهم بالمعجزة إذن سبتون أنهوا أنبياء فهذه المعاجز وأما الأئمة فكانوا لا يفعلون ذلك إلا في موارد نادرة وهذه الموارد نادرة ما حلم يعرفها أصلا ما فعلوا ولم ينقل عنهم أي شيء من هالقبيل صحيح وثابت يعني عدهم أولاية تكونية بس ما فعلوها هو يقول إلا في موارد نادرة كما ورد في الأخبار أنه كان يسوون هالشيء هذا لأئمة يا أخبار يا مثلا سند الأخبار قيمة الأخبار هذه خلص أخبار وامشي واطلع قبل كما يقول العراقيهم فكيف يظن شخص يواصل لهذا الشيخ التبريزي يقول فكيف يظن شخص يلتزم بإمامتهم وأنهم أدل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في منصب النبوة لما نفس الشيء مثل النبي يعني كيف يظن شخص هكذا يعني أنه لا يلتزم أو لا يلزم الاعتقاد بالولاية التكوينية لهم لفها 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 وجافة إلى ولاية تكوينية وللأعم وكلهم مع أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم يعرف الحكمة الإلهية تقتضي ذلك حتى يتمكنوا من إبطال من يدعي النبوة بعد النبي بالصحة ونحو ذلك مما يوجب إضلال الناس طيب وين عملوا هذا الشيء متى عملوا كيف من أين جئت بهذه الحكمة الإلهية هذا في صفحة 91 يقول هذا الكلام ويقول الشيخ التبريزي جواد التبريزي المسلم عندنا أنهم يعني العم وسائط بين الله تعالى وبين خلقه هم وسائط ولا نعرف تفصيل ذلك شلونه ما صار وسائط ويقول ما نعرف يعني هنا أنا شوي منصف صاير وما نعلمه أنهم مأذنون من قبله تعالى في التصرف بالكون إذا اقتضت المصلحة لذلك كلها أوهام في أوهام وين المصلحة ومتى مارسوها العمل ومتى تصرفوا في الكون كلها قاعد يتخيل وينسب إلى النبي والعم فإنهم شلو دليل ما له فإنهم ليسوا أقل من الأنبياء السابقين على نبينا هلو عم ذو الأعظم من ذلك الأنبياء وقد ورد عن عيسى أنه كان يحيي الموتى بإذن الله فإذن أكيد ذول الأهم اللي هم أفضل من عيسى أدهم قدرة وولاية تكوينية أكثر من عنده هو كان فقط في كم قصة سوالها النبي عيسى هذول لا لكون كل بديهم هذه صفحة 164 من كتابه الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية وكما يلاحظ فإن الشيخ جواد تبريزي هنا يقيس دعوة الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت على معجز الأنبياء السابقين ويغفل بأن القرآن الكريم ينفي بصراحة امتلاك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أو نفسه أي معجزة غير القرآن كما ورد في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرة شوي بذهب يعني ذهب مو قاعد بيت طينية أو ترقى في السماء ولن نؤمن لروقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولة لاحظة جواب النبي كيف كان ما كان عندها المعاجز اللي سواها النبي موسى أو النبي عيسى هو أثبتها الشيخ التبريزي بالقياس الباطل للنبي ثم أثبتها للأم الباقين أدوه مو بقطع معاجز يسوون لا الكون كله بيديهم ويغمض التبريزي ويغمض التبريزي عينيه عن الآية الأخرى التي تنفي بصراحة أي قدرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله على النفع أو الضر وبالتالي طبعا الولاية التكوينية وهي قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ظرا إلا ما شاء الله ما أبيدي شيء أنا ويقوم بتأويلها تأويلا تعسفيا الشيخ الجواد التبريزي يقوم بتأويلها تأويلا تعسفيا فيقول أما الآيات النافية كقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ظرا إلا ما شاء الله فالمقصود بها نفي الاستقلال في التصرف لا نفي الولاية المعطات من قبل الله تعالى التمنين جبت الولاية وثبتتها حتى تنفي الاستقلال مثلا إلى أن يقوله بالجملة فالولاية التكوينية بالمعنى الذي ذكرناه من العقائد الواضحة التي لا مجال للتشكيك فيها بس أدمن أن دل متدبر في الآيات لحالات الأنبياء والأئمة أجمعين في الأحاديث والأخبار واردة عنهم ولهم في الأحاديث والأخبار ما هي الأحاديث ما هي الأخبار لا تسألوا الشيخ التبريزي عن ذلك يقول هذه واضحة بس اللي يدبر ويكاد التبريزي يعترف هنا بأنه يبني نظرية الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت على الأخبار والأحاديث وما يسميه التدبر في الآيات لحالات الأنبياء أو بالأحرى بالحقيقة التأويل التعسفي للقرآن ومع ذلك فإنه يعود ليؤكد تلك المقولة المغالية فيقول إن لهم الولاية التكوينية كما ثبتت لسائر الأنبياء وهم أفضل من سائر الأنبياء والحكمة اقتضت ذلك وإنما يمتازون عن سائر الأنبياء من حيث أن الأنبياء يثبتون نبوتهم بالمعجزة وخرق العادة بخلاف الأئمة فإن إمامتهم ثبتت بتعيين رسول الله كيف ثبتت أين ثبتت متى ثبتت لا يبحث في ذلك لا يبحث في ذلك ويقول ولذا قلت تصرفاتهم التكوينية إلا أحياناً نسونا الشغلة هذه ولم يتصرفوا باقتراحة من الناس لما المشركين طلبوا من النبي أن يأتي بالمعاجز النبي ما سواها اقترحوا عليه ولكن هو ما سواها بل كانوا يفعلون ذلك في موارد قليلة لاقتضاء الحكمة والضرورة لإبطال مدعي النبوة أو الإمامة ونحو ذلك أين متى كيف ما هو الدليل كل هذا يقفز عليه الشيخ التبريزي يقول ذلك في صفحة 89 من كتابه ويحاول التبريزي هنا أن يبرر تعرض الأئمة للقتل بالسيف والسم والاعتقال والأثر والتعذيب والملاحقة كيف الله معطيهم ولاية تكوينية وهم يتعرضون لهذه الإهانات والعذابات وهو ما يتنافى مع تمتعهم بالولاية التكوينية فيدعي عدم استعمالهم لصلاحياتهم التكوينية إلا في موارد قليلة حسب اقتضاء الحكمة والضرورة وهي دعوة باطلة لم تثبت في التاريخ ولا يوجد عليها أي شاهدين أو دليل هكذا يحاول أن يثبت الولاية التكوينية لعامة أهلبيع بالتأويل التعسفي وبالقياس الباطل وبالخيال وبالحاديث الضعيفة المختلقة بهذه الطريقة بالحقيقة التي تعبر عن أزمة العقل الإمامي عقل الإمامي في مشكلة في طريقة التفكير طريقة تفكير هذه التفكير المغالية خلنشوف رأي سيد الخوئي في الولاية التكوينية اللي هو أستاذ الشيح جواد التبريزي وبالمناسبة يجدر بنا الاطلاع على رأي أستاذ التبريزي أبو القاسم الخوئي توفى سنة 1993 رأيه بالولاية التكوينية لعامة أهل البيت حيث يقول هو يقول تكلم شيخنا الأنصاري قدس سره في المقام في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام ثم عقبه بالتكلم في ولاية الفقه والكلام في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام يقع في موارد أربعة أحدها في سبوت الولاية التكوينية لهم وكون الخلق باختيارهم تكوينا وثانيها في سبوت الولاية التشريعية في حقهم هم أدوم ولاية في تشريع الأحكام وثالثها في الولاية بمعنى وجوب طاعتهم فيما يرجع إلى تبليغ أحكام الشريعة المقدسة ورابعها في سبوت الولاية لهم في غير ما يرجع إلى الدين أشياء الشخصية مثلا وأن أطاعتهم في مثل هذا الأمر بأتيان الماء مثلا ونحوه من الأوامر الشخصية واجب أو لا هذا الشيخ الأنصاري يقول أنه الحديث عن الولاية في أربع مواضع ثم يقول السيد الخوئي أما الولاية التكوينية فلا إشكال في ثبوتها وأن المخلوقات بأجمعها راجع إليهم وإنما خلقت لأجلهم ولهم القدرة على التصرف فيها وهم وصائط التكوين ولعل ذلك بمكان من الوضوح ولا يحتاج إلى إطالة الكلام مضافا إلى أنه خارج أما هو المهم في المقام هذا في موقع أسمه الخوئي دوت نت مكتوب ويشرف عليه أحفاده كما يظهر وأقرباؤه ويمكن حتى رمى سيد السستاني اللي هو نسيبة وتلميذة وهو أيضا يسلق البحث سلقا بدون تفصيل وبدون أدلة وبدون براهين وإنما يعتمد على دعاء مثلا الجامعة زيارة الجامعة أو أدعيهم هنا وأدعيهم هناك بدون تحقيق كما هو يطبق السيد الخوئي يعني هو قمة في التذقيق في الروايات التي تتعلق بالطهارة والنجاسة والصلاة والصوم وعالم أصولي كبير ويعني عند رأيه في هذه الأمور في لقد الرجال أيضا ولكنه هنا في هذه المسألة لا يستخدم علمه ولا منطقه ولا أي شيء من ما تعلمه ويؤمن بالخرافات والأساطير أساطير الغلات فيقول بالولاية التكونية ويقول لا إشكال في ثبوتها يعني شوفوا شوان الغلو كبير وفاحش لا إشكال في ثبوتها وأن المخلوقات بأجمعها كل الكون يعني راجع إليهم كيف مين جبت الكلام وين في آية قرآنية تشير إلى ذلك مثلا كم ابتعدنا بهذه الخرافات عن القرآن الكريم والثقافة الإسلامية الأصيلة والمعروفة مع الأسف الشديد فستنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن ما هو الفرق بين التفويض الباطل والصحيح في نظر الشيخ جوال التبريزي من سلسلة مقالاتنا حول نقد العقل الإمامي الشيائي الإمامي المغالي طبعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا